تحقيقات الأجهزة الأمنية قد كشفت أن الخلافات الأسرية بين الصيدلي وزوجته دفعتها للحضور مع آخرين إلى المنزل لإجباره على تطليق زوجته الثانية ثم وقعت اشتباكات بينهم وبعدها تم إلقاؤه من الشرفة تفاصيل صادمة ومرعبة كشفتها والد الصيدلي حلوان في مصر الذي قتل على يد أسرة زوجته الأولى بعد علمهم بزواجه من أخرى وقالت السيدة أمالي العسوي والد الصيدلي ولأ زايد إنها اتصلت بحارس العقار الذي يقيم فيه ابنها لكي ينكزه بعد أن تلقت شككته استغاثة منه وقال لها فيها إلحقوا ابنكم سلون شاقته مليء بالبلطجية ثم انقطع الاتصال وأضافت خلال مقابلة لها على فضائية القاهرة والناس إن أحد الجيران أبلغها إنه سمع زوجة ابنها تضربه وقالت له هات الفلوس اللي سرقتها أو أقتلك وبعدها شغلوا مزيكة بصوت عالي عالي جدا ثم ألقوه من الشرفة في الشارع ليخر سريعا وأضافت إن حارس العقار عود الاتصال بها مجددا وأخبرها إن أسرة زوجته ألقته بالفعل من الشرفة مشيرة إلى إنها علمت بعد ذلك بوفاته وكشفت الأم إن الواقعة بدأت عندما أحضرت عائلة زوجة ابنها الأولى مجموعة من البلطجية وأكبروها على التوقيع على مجموعة من الأوراق بعد علمهم برغبته في الزواج بأخرى لافت إلى إن ولاء ابنها هو الوحيد وتولى مسؤوليتهم بصورة كبيرة بعد وفات والده عام 2022 إسرأ إصابته بفيروس كورونا وقالت إنها كانت وراء إقناع ابنها بإعادة زوجته لعسمته بعد أن طلقها مشيرة إلى إنها فعلت ذلك حرصا على مستقبل ابنهم لكنها نادمة الآن من جانبها روت أسماء زايد شقيقة الصيدل الراحل تفاصيل استغاسة أخيها بها وقالت إنها تلقت رسالة منه يوم الاثنين الماضي في تمام الساعة السنية عشر والسطلس زهران على واتساب يطلب منها إرسال النجدة له لإنقاذه من بلطجية موضحة إنه سافر من المنوفية يوم الخميس قبل الماضي إلى حلوان وقضى مع زوجته الأولى أيام الجمعة والسبت والحد دون أي مشكلات وأشارت إلى إن والد زوجة شقيقة اتصل به قبل الوقاع بيوم ورغب في التأكد منه عما إذا كان متزوجا من أخرى أم لا وهدده بشكل رسمي إنه لن يطرق حق ابنته استأكد من زواجه من أخرى مضيفا إن شقيقة لم يكن لديه أي شكوك حول نواياهم في قتله وكان يعتقد إنهم سيتقبلون الأمر في النهاية ويطلبون بعض الامتيازات لابنتهم فقط كانت تحقيقات الأجهزة الأمنية قد كشفت إن الخلافات الأسرية بين الصيدلي وزوجته دفعتها للحضور مع آخرين إلى المنزل لإجباره على تطليق زوجته الثانية ثم وقعت اشتباكات بينهم وبعدها تم إلقاؤه من الشرفة اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها الصيدلي القتيل ولاء لشقيقته زوجته الثانية من هاتفيهم كما وجدت في هاتف الزوجة المتهمة رسالة تلقتها من والدتها تطلب منها تصوير المتوفي أثناء التعدي عليه وإهانته قررت النيابة تسليم الطفل لجدته لأبيه مناء على توصية خابر المجلس القومي للأمومة والطفولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر